بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية رب حبيباتي كان شكركم كاملات وندعي معكم كاملات الله اللي ما عندها الدار الله يسهل في الدار ويسهل في فيلا ماشي غير الدار إن شاء الله ويسر لكم أموركم ويرزقني ويرزقكم جميعا من أرزاق حلال طيبة حبيباتي الغاليات هنا هي اللي بنات اللي تسولوني بزاة الأسئلة رغان جوبكم كاملين عليهم خلال الفيديو هنا بنات اللي تسولوني عن المساحار Они كنت في الفيديو الاول حطيت لكم الفيديو الاول حطيت لكم البلون درتوغ راسي البلون هاكا وعطيتكم العبار فيها أرجعوا لهذاك الفيديو اللي ولغا تشوفوا العبار ديال القلسة شحال ديال الحمام الداخل اللي كانت حمامو فيه شحال وتشوفوا يعني المساحات كاملة وبلغ العبار وكل شي تسموه معلم كي يعبارك ايقولكم هاك الفيديو الاول اللي حطيت قبل تقريبا وسبوع دere نرجع الى البنات السونية على الغاز المهم هنا هي الحمام انتم تشوفوا في هذا الفيديو البلون ديالو تشوفوا المراحل الاولى كيفاش هذه الصلاهية اللي درت فيها الحمام في السطح وهنا كيفاش داروا له التفريشة يلولا باش الضالة تبقى محافظين على الضالة ديالنا ما تقسر لناش البيوت اللي تحت البيوت الناس وفي نفس الوقت ما يعطوه السخونية بزاف وفي نفس الوقت ما نتقلوش على الضالة ديالنا وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يسخن بسرعة وفي نفس الوقت صحيح باش يهزلنا هذيك الضالة اللي غد نديره ديال الحمام وباش ندخل تحت الفرن ديال سميته المهم هذيك البوطة هي اللي لقيناها صحيحة وكلش الناس كايدوها البنات اللي قالوا لا را ما غد يديري وديري من الاحسن قاميلا لا را كلش كايت تتقب يعني انا ما جيت شدرت حمام راني بحث 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 وصولت وصولت انا من طبعي ما كنجيوش وندير الحاجة شوفوا غري دوات ديال الصالة ديالي شحال من عام هذي مدرجم قاد نديرهم وعندي الفلوس باش نديرهم ولكن خاص نحتلق شي حاجة مزيانة ونشوفوا يعني ماشي زربان عليهم ما كنزربش على الحاجة ديالي يعني هذي البوطة هذي اللي درت را ما درتها شهكك جيت ودرتها هكك لا راه شي حاجة صحيحة وغة تدي واحد المودة ديال زمن ان شاء الله ولداتي ان شاء الله هنا بالنسبة للطناجر كيت تقبول النحاس كيت تتقب مع المودة يعني كله كي يرشع بالنار لان النار كتبقاش على تحته شحال وكيبقى المه وملي كتسالي كتنشفي وكيبقى يعني خاوي واحد المودة ذيك البرد ذيك البرودة اللي كيبرد عود ثاني كتتأثر عليهم لهذا أحسن حاجة هي البوطة اللي داروا الناس المغربة تعفوز بارك الله عليم كيبتاكروا البوطة نمشو هنا ندخلو في البناء ديال الحمام المرحلة الثانية هنا حيبتي أنا قررت نحط ميزانيات ديال مليون وثلتالاف درهم يعني تلتعشر الف درهم ما بين بناء الحمام ما بين دكشي اللي غنشري الماتريال اللي غنشري دكشي ديال البناء ما بين خلاص المعلمين وما بين الاقسسوارات السباغاء المهم قلت ما نفوتش مليون وثلتالاف درهم مغربية ثلتعشر الف درهم كل شيء يعني هذه البوطة حطيتها في واحد الضرف وهنا بديت كان نفرق هذه البوطة بحالة جزرت لها البوطة لكي نفرقها ثلتعشر الف شهر واحد 2021 بدأت بناء الحمام ومع العشية بدأت نصف الحيط لها البوطة تبعوا معي ولكن هنا سوف نرى البنية وانا سوف نضع لكم وكل شيء سوف نشرح لكم في البنية ونضع لكم في الراقبة المعلم قلت له شحر يكفيني ولكن طبعا المعلم لا يتفقى لك أنا لاحظت من اللي كانت بني الضار لأنه المعلمين فيش يجوا عندك يقول لك دائما يبخص لك ذاك المواد وذاك الشي ويقول لك ما يعني يكفيك مثلا كذا هنا هاد المعلم جاري مقابلة معايا الضار مقابلة معايا الضاري هعيط له قلت له بني الحمام هالبغيت 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 هالفصالة هالفصالة المهم قال لي يا مزيان وريتوها فين غيجيها فين غيجيك هذلي الجارد والله قلتтор لي خلطه بحكس حساب لا غير زوج هاذ من الضارين هاذизوي يعني نسخه طريفة مخصصة لكل حاجة ولكن نحن نتوين على واحد ثمان يعني معقول وجينا هنا المواد المواد سيكفيني في بناء الحمام فقط يعني البناء سيمال سكياس الرملال حديد سلك المصمار سيكفيني يطلب له اعطاني فرقام شيت عند دروغري سولته سيماء سيماء لمدة ما بنت بعض الآلاء وعطيت هذا المصمار قمت بتضرير وقمت بتضيفي أريد أن أعطي الشيتك في السوء كمكصر الثالثرت السباك وهو شخص واحد مرحله أطلق المرحلة الثانية المرحلة الثالثة اعطيني المواد المراحل كلهم يعني هو دنيناً uhoh طاولة في الحمام والبوطة دخلتها مع الحساب طبعا كل شيء يضعون نزيد 200 حتى 250 درهم نضعها في الظرف نضعها في الظرف السباك حتى نضع المبلغ لماذا؟ لماذا؟ نضع المبلغ دائما نضع المبلغ نضع المبلغ نضع المبلغ والنجار وعلم بعد قلت ايلا كفتني هذا البيوت فهذا الشيء لا كفتني لقد وجدت الحساب اللبني والبلومبي وحنا لقد قدرت تقديري تقريبا كيف تقوم做 تقديري بشكل جليج لقد أضع المبلغ وقلت قدرت لأنني قمت بتقديره من جليج 2% ولكن لا تتتتتیکل لأنه فبير سوف يدتك المهم هنا بقبضية اضافة البيتجي في كل ضرف جليجي ونجار كل شيء واحد اكسسوارات اللي سوف نشري و هما خدامين انا كنت تخيل و اضافة المخيلة اكسسوارات اللي سوف نأتي في الحمام وين سوف يأتي كل شيء وين سوف يأتي البريز ومشي المهم حطيت هذا البيتجي ومشيت مع البنية كيف يبنون هنا كتشوفوا اول حاجة درافش بنا هي درادوك الحيوط من بعد دار هذه السوارات لكي يشدوا و ليس يسوارتهم و تلقي ما يشد بها الحيط مع الحيط من بعد دار الساروت الفوغانية لكي تشد فيه ويشد هذا البنية البلافو ديال الحمام درناها هابط باش يجينا الحمام يسخلنا بسرعة درنا التقبة في البلافو الاخر باش نطلع الشيميني ديال الحمام والحمام الاخر ما درناش ليه الضالة علاش عندي الضالة ديجا وغادي غير القباس ولا غادي هابط لها فو بلافو يعني جبت البريك حتى الفوغ ولكن الداخل في الحمام ما طلعش البريك كامل خليت ديك السده هاكا ولكن ما استغلتها ما بغيتها عندي سطحت بارك الله كبير عندي بيتصابر عندي ما ندري بياس سديتها يعني القباس فاش هبط فو بلافو تسدت هذيك السده اللي بفوق الحمام هنا فاش دار الضالة و ديال الحمام و صاف يكمل البناي دار لي واحد الكرسي كنت في اللو وقلت نديرو عند النجار نديرو عند الحداد فوق جين نديرو عند مولينوكس نديرو عند مولاليمينيوم شوية شوية قلت خليك خجا ديريه من البريء من هذا يكون فحد الباصمة يبقى حول حول و في نفس الوقت شاد وصحيح وشي حاجة تغسلي من اللي تديري تيوت وغسين حمام ديالك كامل في دقاف السدع درت دار لي يا سميتو كنت في اللو وقلت ما غادت ندير الزليج لهذا القلسة هذيك اللي غدي نبدله في حواجنا ما غندي لها جليج نخلتك جليج بلدي وندير غير مصد بالزليج ولكن من اللي لقيت الفلوس كافيني يعني داخل البيجي في مليون و تلتالاف درهم مليون و ستين الفريال أو تلتاشر الفدرهم داخل لي فيها يعني نقدر نجلج و ندير القباص و ندير أقسسوارات و ندير كل شيء نقلصافي خجا ديري الجليج تل حتى البلافو وصلين لعند الباصل غي يهبط لها البلافو ديال القبص هنا يا لبنات فاش كفاتني عرفت بيلاه كافيني باش ندير وليه يدير تجليج تل الأرضية وليه يدير تجليج تقدم الحمام بذيك الدخيلة ما بين ذاك الحيوط القصار أو ميغبة مع الحمام و في الدخلة باش يولي الحمام كله مزلج دمع صافي المهم هنا يفاش كمل بناي مشاه خلصته خلاصه في اللول دائما نعطو واحد المقدمة و نخلو الأخر حتى يكمل باش يكملوا البناي هاد البناي اللي قدام داري شهادة حق نشهدها لله قدام الله على أنه الخدمة ذياله نقية و سريعة و إنسان كانت تشو فيه حار يبغي يخدم و هادوك و ما الناس يعجبوني هنا يبغي يخدم بسرعة يعني ماشي غادي يخدم شوية و يمشين يعني كان الخدام اللي جبت و شهم غايت ما طلوا عليها و حيتهم و جبت واحدين أخرين عند جليج غاد نعاود لكم كل شي المهم يخدم بسرعة بسرعة في خمس أيام كان مكمل الحمام الضالة كل شي خلينا الضالة هي اللي دات منا خمس أيام سبع يام أخرى بقات ذاك اللي اعود ديال الضالة و ذاك الشي مع الحل كان بارد يعني هنا الضالة هي اللي شدت لنا الوقت في هذي الوقت اللي كانت الضالة قاتت نعوه جبت جليجي بقيت كنت جف جليجي و القب طوة ظهو و تمتعوه مع هذا ومكن شوف هذا وكمتعوه مع هذا وكان شوف خصني إنسان يخدم بالمعقول إنسان نقي إنسان محترم إنسان الخدمته له زوينالة و في نفس الوقت سريع بسرعة و في الامكانياتي أنا هنا حبيبتي الغاليات تشوفوني انقصت هذا الحط المقابل مع بلاصات البيت النار تشوفوا المعلم دار ديك الدرجة دار داك الكرسي لشانجلسو دار الدرجة ديال الحمام ديال الحمام الداخل ودار البريك ديال تافضنا ودار الغطة هاداك الشيميني طلعوه يتقب هذا السقف او البلافو او الضالة ديال السطح باش يدوز منها والمعلم هو اللي يدوز الشيميني ورقبوا لي انه يدير السيمة قدامه باش يملي جليجي لقافي يشد الزليج باش ما يقول يا جليجي ها عندي و هذا خاصني يعني ما يمشي المعلم حتى نشوف كامل ذوك اللي روتوش اللي غادي ما يعكل ليش جليجي فاشي المهم المعلم كمال خلصتو الله يجازيه كان هو اللي انو قلت لكم جاري مقابل معايا كان عنده الكياس قدام داروينه كان احتوى كي يزيد في دارو كي يبني الفوق اعطاني الكياس من عندو كان شكرا اليه بزاف بزاف من هاد الفيديو هادا وهو المعلم خاليد ران مع الناس عارفي نور او ساكن في هدا في الحي ديالنا اللي بغات اللي ساكن في قليمين بغاتو يبني لها رانحط لكم الرقم ديالوي لك انتو من يتمين هنا كملت البناء غادي ندوز لكم المراحل ديال زليج وديال القبص وديال هادا في الجزء التاني ان شاء الله نتمنى حبيباتي تستفادوا تكون استفادتوا شي حاجه البنات اللي بغوا يبنوا راه خاصة يكون عندك واحد المبلغ ودائما تزيدي شوية يعني هذيك مليون وستين الفريال او راني انا حاطة واحد خمسالاف درهم وحدها لانه غادي باقي نجيكم بالتفاصيل كاملة لانه راه ماشي اذاك شي الحساب كتحطي انتي كي يخرج هو هادا كل شي لانه هادا بني هادا ماشي ماشي يتشر الخضر ودائما كتحطي واحد البجي كتخبعيها على راسك كتقولي هادي او يعني ريزيرب مع اني كنزيد واحد المبلغ في كل ضرف المهم ارا غادي نجيكم بالتفاصيل كاملة وهنا حبيباتي الغليات غادي نعطيكم اجمالي الحمام في الاخير باش حال طلع البناء كامل بجليج بقول شي وغادي نعطيكم الاجمالي الحمام بالاكسسوارات اه يعني بالديكور بالديكور ديالو بالبيبان ديال الاليومينيوم وهذا والنجار وكل شي عود تانين مجموع اعطي لكم في الجزء الاخير ديال اللي بينا ان شاء الله تبعوا معي البنات المنتمت اه نتمنى هادا الجزء يعجبكم ووني بيكم راي نحبكم كاملين ونتقضرو الجزء الثاني ديال هادا ديال هاد الفيديو فيه الجليج فيه القبص فيه البيبان وفيه الاكسسوارات اشتركوا في القناة